الساعات اللي فاتت ما فيش طبعا اي حديث عن اي حاجة الا عن غرامة الكهرباء اللي سددها اخيرا لنادي الزمالك اللي هي بتقدر بحوالي كان 2 مليون و 400 ألف دولار سددها بقى بالدولار سددها بالمصري هي في النهاية هو سددها فكرة الناس فكرة ان سددها لما هيسددها بالدولار فنادي الزمالك هيقوم واحدة 2 مليون و 400 ألف دولار ويقوم رايح ربا كلامك بقى يعني بشكل واضح ويقوم رايح مغير الفلوس في السوق السودة باشي كأن نجزة مالك ده مش مؤسسة تتبع الى يعني قوانين ولوائح ويلزم عليه ان في حالة طبعا تغيير المبالغ المالية بتكون عن طريق طبعا الرقم الرسمي المحدد من قبل البنك المركزي المنوض بتحديد طبعا صرف العملات وبالتالي اين كان نادي زمالك حصلة النهاردة على ما يقوم من 75 مليون جنيه بالتغيير الرسمي لسعر الدولار لكن ايه اللي خل الكهرباء يدفع دلوقتي البعض قالك طبعا علشان جلسة محمود الخطيب وحسين لبيب وزيارة مجلس قدارة النادي الاهلي برئاسة محمود الخطيب الى نادي زمالك والعلاقة الطيبة والمحترمة اللي عادت بعد غياب اكتر من عشر سنين ما بين القطبين على فكرة لو ده تم فده امر كويس جدا يعني انا بشوف ان لو ده سبب وان كان ده مش سبب وهقولك على سبب الحقيقي لتسديد كهرباء في التوقيت الحالي للغرامة غرامة نان زمالك لكن لو سبب الزيارة فما فيش مشكلة المفروض طالما ان العلاقة تبقى قوية او العلاقة تبقى بلاش قوية العلاقة تبقى طيبة ما بين الناديين والزمال الخد مستحقاته بلالما هو كان العند والخناءات والمشاكل والازمات والصراعات والخلافات والاتهمات والكلام ده كله كانت مخليها الطرف التاني بيعني ده لا انا ماشي معاك وماشي معا اللي بيقولوا ان مجلس قدرت الاهلي رايح علشان يخلص قصة غرامة كهرباء والقصة دي لكن الواقع الحقيقي واللي الناس نسيت ان مجلس قدرت ناجز زمالك برئاسة حسين لبيب تعاقد مع محامي تونسي خلال الشهر الماضي او خلال الفترة الاخيرة واعلن عن ده بشكل رسمي في قراراته الرسمية واخد الملف ملف الكهرباء من المحامي الايطالي سيلفادور اللي كان بيتعامل خلال الفترة السابقة وكان طبعا ليه دور كبير في مشاكل ما بين نادي الزمالك وما بين او من الاخر كده يعني المسؤولين في نادي الزمالك ما كانوش مستر يحلو بسبب انه هو ما كانش مهتم ببعض قضايا نادي الزمالك وبناءا عليه تم ترشيح المحامي التونسي محامي دولي اللي كان بمسؤول عن قضية هشام ناصر نادي الزمالك مع الاتحاد الدولي لكرة اليد وقت الاطاحة بهشام ناصر من منصب رئيس اتحاد كرة اليد وشام ناصر بالمناسبة حصل على قرار من الاتحاد الدولي بعودته مرة تانية الى رئاسة اتحاد كرة اليد بعد ما فاز في منصب نائب رئيس نادي الزمالك وبناءا عليه تم ترشيح المحامي التونسي الى نادي الزمالك وتم عقد جلسة ما بين حسين لبيب رئيس نادي الزمالك وهشام ناصر والمحامي التونسي وتم الاطلاع اللي بقوله لك ده هو اللي حصل وعلشان كده كهربا سدد الغرامة دلوقتي وهو ده السبب الحقيقي لتسديد كهربا النهاردة لغرامة نادي الزمالك تم عقد الجلسة ما بين حسين لبيب والمحامي التونسي مش فاكر اسمهه لكن هو طبعا اكيد راجل محترم في نفس الوقت وكان في حضور هشام مصر المهم الراجل محمد التونسي شاف القرار واطلعوه على الملف قالوهم هو زاي اللاعب لغاية دلوقتي ما سددش الغرامة قالوه لانه هو تقدم بمذكرة مذكرة التظلم للجنة الاستقناف او لجنة التظلمات اللي موجودة في الاتحاد الدولي بعد قرار طبعا تغريمه ماليا بـ 2 مليون وربعمائة ألف دولار وفي نفس الوقت كان الرد من المحامي التونسي ان القرار اللي كان طلع لنادي الزمالك قرار نهائي لا يجوز الطعن عليه تاني القرار اللي كان طلع لنادي الزمالك كان لا يجوز الطعن عليه يعني ما ينفعش ان انت حرتك واخد فيه درجات تقاضي في المحاكم عموما فما ينفعش انك انت تستأنف على قرار صدر من مثلا المحكمة الادارية العليا او قرار صدر من محكمة النقط خلاص بيبقى القرار بات ونهائي فنفس اللي حصل لما تيبقى بالنسبة لي الرياضة كهرباء حصل على غرامة مالية بحكم نهائي ملزم بيها اللاعب انه يسددها النادي الزمالك من الكاس فما ينفعش ان كهرباء يرجع بعد كده يتظلم في لجنة التظلمات وبناء عليه تم اعداد مذكرة لطبعا الاتحاد دولي وتم اختار لجنة التظلمات بان القرار الخاص بكهرباء هو حكم بات ونهائي ولا يجوز الطعن عليه وتم طبعا ارفاق القرار النهائي القرار محكمة الكاس ومن ثم او وبالتالي محكمة سوري لجنة التظلمات اخترت اللاعب بان رفض التظلم الخاص بيه وإلزامه بضرورة السداد في موعد اقصى اسبوعين من طبعا تلقي الخطاب الخاص بيه رفض طبعا التظلم الخاص بيه ويا اما يسدد الغرامة يا اما هيتويف تاني يا اما يسدد الغرامة يا اما هيتويف وبالتالي الكهرباء ما كانش عنده اي خيار اخر غير غير ان هو يسدد الغرامة المالية اللي هيقولك بقى ان كهرباء مسدد جزء من 3 شهور واصله راح يستلف مش عارف منين واصله مش عارف ايه والقصة اللي احنا يعني بنسمحها على السوشيال ميديا هذا الكلام ليس له اي اساس من الصحة كل القصة من الاخر كهرباء ما كانش هيلعم مطش نهاي كاس مصر عشان كده هو سند دلوقتي لان هو كان عنده مهلة اسبوعين لو ما تمش تسديد الغرامة المالية من الاخر واللي يقولك اصل الزيارة واصل مش عارف ايه والكلام ده كل لكن اللي بقوله لك هو ما تم فعلا وانا يمكن قلتلك وقتها وقت ما مجلس ادار اثنان زمانك اعلم عن التعاقد مع المحامي التونسي كان وقتها قلتلك ان علشان هيتم شكوى محمود عبد المنعم الكهرباء من اجل كمان التسديد الغرامة وانبرح كمان كان معانا الاساسة صامشة التوت واكد على ان اللعب هيسدد الغرامة بالجنيه المصري لكن يا جماعة كهرباء مكانش هيلعب نهائي كأس مصر في حالة عدم تسديد الغرامة بناء على قرار من لجنة التظلمات وهو يعلم ذلك والمقربين منه يعلموا ذلك وهناك مسؤولين في التعارض كورو عارفين دوت كويس جدا ومسؤولين في نادي الزبانك عارفين كويس جدا ده ومسؤولين ايضا في النادي الاهلي عارفين كويس جدا حج بقى يطلع يقول ده ده اصل مسد الجزء لا راح اصل استلف لا راح مش عارف باع ايه راح كلامنا كله لا هو ده حقيقة تزديد كهربا للغرامة المالية في التوقيت الحالي وتحديدا قبل مباراة نهاية كأس مصر لكن في النهاية كهربا تم استبعاده من قائمة مباراة يانج افريكنز النادي الاهلي هاخدها واللي بإذن الله النادي الاهلي يتخطاها ويتصدر مجموعته في دور الابطال وده على عكس ما تم ترديده ما تم ترديده انه لم يكن هناك ازمة بين كهربا وكولر المدير الفن الاهلي ومجر المناسبة انا قلت لك مباراة انه هو تم تغريمه ماليا مئة الف جنيه بسبب عدم صفره مع بعثة الفريق الى الجزائر لارتباطه بحفل زفاف شقيقته